دايماً بتكون أول خطوة في التعامل مع برنامج مايكروسوفت وورد هي الكتابة كتابة المستند اللي انت عايزه دون النظر إلى التنصيق أو المراجعة أو الطباعة كل دي مراحل أخرى إنما المرحلة الأولى هي مرحلة الكتابة فحفترض دلوقتي إن أنا بكتب زي مقالة كده عن برنامج مايكروسوفت وورد فحبدأ أكتب النصوص الخاصة بتلك المقالة العنوان المفروض أنا عايزه يبقى في نص السطر هكتب مثلاً كتابة المستندات مفروض إن ده طبعاً ما فيه أخطاء املائية مش مشكلة دلوقتي هسيبها وهراجعها بعد ما بخلص بس المفروض إن ده نص هيتكتب في نص السطر أنا برضو مش هراعي ده أنا هكتبه وبس هضغط انتر طبعاً كلمة المستندات مكتوبة خطأ وتحتها خطة أحمر أهول لأني سبت البروفنطول فهو اكتشفها بس برضو مش دي المشكلة دلوقتي ومش دي المرحلة المراجعة دي بتبقى المرحلة التانية فحبدأ اكتب أي بقى كلام أنا عايزه مثلاً يعد برنامج طيب أنا عايز اكتب دلوقتي انجليزي طبعاً أنا ممكن اضغط كنترول زائد شفت اللي في جهة الشمال بس اللي هيحصل دلوقتي ان السطر كله هيتحول معايا ويبقى شمال هرجعه تاني يمين كنترول زائد شفت اللي في جهة اليمين لأ أنا عايز اكتب دلوقتي مايكروسوفت وورد باللغة الانجليزية بس بدون مغير اتجاه السطر عايز السطر يفضل في نفس الاتجاه بس اللغة الكتابة هي اللي تتحول انجليزي فحضغط على المفتاحين اي فيهم اللي في اليمين او في الشمال علشان يتحول مؤشر الكتابة نفسه ولغة الكتابة تبقى انجليزي دون تحويل اتجاه السطر حبدأ اكتب دلوقتي مايكروسوفت وورد مثلا طبعا بكتب بالانجليزي اهو خلصت كتابة الكلمة الانجليزية اضغط تاني علشان يرجع تاني مؤشر كتابة يتحول عربي اخد مسافة وابدأ اكمل بقى الجملة اللي انا عايزها مثلا طبعا انا وانا بكتب لو وصلت الاخر السطر المفروض انه هو هيبدأ ينزل معايا سطر جديد لوحده طالما متغطش انتر انتر دي بتغطها لما انا عايز انهي السطر جبريا انا الوقتي بكتب فقرة فمش عايز انهي السطر حكمل على طول زي ما انت شايف اول هو ما السطر خلص نزل سطر جديد ومكمل معايا ولو افترض ان الفقرة خلصت هنا كده اضغط بقى انتر عشان ابدأ اكتب فقرة جديدة حبدأ اكتب بقى الفقرات الاخرى عشان المستند يبقى بالشكل ده وبعد ما خلصت كتابة جميع الفقرات والنصوص المكونة للمستند هيجي الدور على مرحلة المراجعة والتدقيق الاملائي للمستند وطبعا لاني اعمل تثبيت الارابيك بروفنج تولز فهتلاقي ان بعض الكلمات الخطيئة تحتها خطوط متعرجة حمرة وطبعا بعض الكلمات الاخرى تحتها خطوط زرق وان الخطوط الزرق ايه الفرق ما بينها وما بين الحمرة الخطوط الحمرة دي كلمات خطيئة املائيا اما الزرق فهي مش خطيئة الايام بس فيه اخطاء اخرى ممكن تكون موجود طيب تعال نشوف اعدلها ازاي طبعا انا ممكن امسح الكلمات الخطيئة واكتبها من جديد او اني اضغط بمفتاح الماوس اليمين مسلا كلمة المستندات دي اضغط عليها بمفتاح الماوس اليمين واختار الكلمة الصحيحة من لستة الكلمات الصحيحة اللي اقترحها علي البرنامج انا هاختارها هو عدلها تلقائي ممكن كمان كلمة المستندات دي طبعا هي المشكلة ان النقطة المفروض تبقى لازقة في كلمة المستندات فانا ممكن اضغط هنا كده قبل النقطة وابدأ امسح عن طريق امسح المسافة الزيادة دي عشان النقطة تلزق في الكلمة كده فعلا اتعدلت يبقى ممكن يدوي وممكن تلقائي زي ما شفنا طيب ما يعتقدوا دي مشكلتها طبعا انا هاضغط عليها بمفتاح الماوس اليمين واشوف اضغط عليها بمفتاح الماوس اليمين جاب لي كلمات بيقول لي ان الكلمة دي خطأ بس الكلمات القريبة لها طبعا حاجات ما ليش معنا او مش هي دي لانا اقصدها هي المشكلة في ما يعتقدوا دي ان المفروض يبقى فيه مسافة ما بين ما وما بين يعتقدوا فانا هاضغط هنا كده قبل الياء واخد مسافة علشان طبعا الياء اطرح الماية اطرحلت للسطر قبله لانه يستوعب الكلمة ويعتقدوا بقت موجودة هنا ممكن اعمل انضو عشان اتراجع عن العملية الاخيرة دي اضغط على الاداة دي عشان ترجع زي ما كانت وممكن اسيبها كده لو انا عايزها وخلي بالك ان الخطوط الحمراء دي مش حدبان في الطباعة دي بس قدامك على الشاشة علشان تراجع من خلال انما لو انت قررت ان انت عايزها كده وتطبع مفيش اي مشكلة مش هيبقى في اي حاجة نشوف كلمة اخرى زي مستخدمي دي برضو بيقول لي انها خطأ رغم ان انا شايف انها مكتوبة بشكل سليم ولكن هشوف اي مشكلته اضغط كده عليها بمفتاح الماوس اليمين حلاق ان هو جبهالي في اول القيمة وبيقول لي ان الفرق ان الياء الاخيرة في كلمة مستخدمي دي انت كاتبها من غير نقطتين من تحت والمفروض ان هي يبقى عليها نقطتين من تحت ده لغويا بشكل صارم ان لازم يبقى كده فعلا يعني ولكن غالبا محدش فينا الياء الاخيرة دي بيعترض عليها سواء فيها نقطتين او ما فيهاش نقطتين فانا عايز اقول له لو سمحت ملكش علاقة بالياء الاخيرة دي يسيبها لي زي ما هي سواء بنقطتين ولا مش نقطتين مش دي مشكلة خالص فحختار فايل ومن فايل هختار options عشان تظهر لي النفذة دي هختار منها proofing وهشيل الصح من على arabic strict final ياء يعني آآ ما فيش لو سمحت ما فيش سرامة تعملها على الفاينال ياء مش هتفرق بقى فيها نقطتين او ما فيهاش نقطتين يعني لو شلت الصح كده وضغطت اوكي مش هيعترض ابدا بعد كده على الياء الاخيرة سواء فيها نقطتين او ما فيهاش نقطتين آآ وبالتالي خلاص كلمة مستخدمة تشيل من تحتها الخط الاحمر طيب اجي لكلمة اخرى زي الواجهة طب دي ايه مشكلتها هضغط عليها برضو بمفتاح الماوس اليمين وهلاقيك جاتب هالي هي ان الهاء الاخيرة دي مش هيه مربوطة دي تيه مربوطة طبعا هو مفروض تبقى كده فعلا ولكن برضو بنفس الطريقة انا ممكن اقول له ما تعترتش على الهاء الاخيرة ممكن برضو اختار file ومنها options وبعدين proofing وهتلاقي هنا برضو فيه صح على الاختيار اللي اسمه تا مربوطة يعني اعترت دايما على التا المربوطة اللي في الاخر هي تا ولا هاء طبعا لو شلت الصح وضغطت اوكي هتلاقي خلاص فعلا اتشالت اهي العلامة الحمرة من الوجهة ومش هتفرق بقى كبابته هي مربوطة هي مربوطة مش هتفرق لكن ده مش صح يعني مفروض فعلا ان انت تقول له لأ خليك بقى اصارم في دي لان دي غير الياء دي مهم انها يبقى فيها اعتراض عليها فهختار تاني file options وبروفنج وهحط تاني صح على تا مربوطة وابقى صح احنا الكلمات دي تا او هاء الواجهة هاضغط عليها بمفتاح الماوس اليمين واختار الواجهة اكمل واشوف باقي الاخطاء اللي هو معترض عليها لو لاحظ هتلاقي مكتوب هنا الواجهة العتيقة للبروجرام طبعا البروجرام دي كلمة يعني مش اللغة عربية بس انا كتبها عشان اتعلم من خلالها حاجة جديدة هفترض ان كلمة البروجرام دي انا عايزها اا بكتبها دايما في مجال عملي بستخدم الكلمة دي رغم انها مش عربية وعايز اقوله ما تعترضش عليها تاني فهاضغط عليها بمفتاح الماوس اليمين واختار ignore all معناها تجاهل الكلمة دي يعني الكلمة دي خلاص ما تعترضش عليها بعد كده في المستند ده ولكن في مستندات اخرى ممكن يعترض عليها اما لو اخترت add to dictionary معناها اضيف الكلمة دي عندك داخل قموس اللغة وبالتالي هتبقى موجودة في القموس فمش هيعترض عليها تاني ابدا هاختار add to dictionary خلاص الكلمة دي اضافت الى القموس ومش هيعترض عليها مرة اخرى طبعا الخط الازرق اللي ظهرت ده بقى عشان خطأ اخر اللي هو البنكتيويشن او علامة الترقيم دي المفروض تبقى لزقة في الكلمة لو ضغطت عليها بمفتاح الموس اليمين هتلاقي اهو الفصلة لزقة اختارها علشان تتصلح وتبقى بالشكل ده اكمل واشوف باقي الاخطاء هتلاقي كلمة والاوامر طبعا واضح الخطأ اللي فيها ان علامة الترقيم او الفصلة دي المفروض تبقى لزقة فيها ممكن بقى انا اضغط هنا عملها داوين مرة دي اضغط قبل الفصلة او اتحرك بالاسهم اللي في الكيبورد او المؤشر بيتحرك معايا عن طريق الاربع اسهم دول هتحرك لغاية موصل قبل الفصلة واضغط على الباك سبيس عشان امسح المسافة الكلمة اللي بعدها مايكروسوفت مكتوبة خطأ هضغط عليها بمفتاح الموس اليمين واختار مايكروسوفت كده تعدلت ايه الباقي تاني هتلاقي مكتوب هنا بواجهة دي فيها خطأ يعني واضح الخطأ ان فيه مسافتين فيه مسافة اهي وفيه كمان مسافة اهي يعني همسح انا مسافة منهم برضو هقف قبل حرف الباق ده وامسح مسافة وبردو بتغييرها دي برضو فيها مسافتين ماينفعش يعني المفروض تبقى مسافة واحدة هقف هنا وامسح بالباك سبيس التعقيد دي برضو النقطة المفروض تبقى لازقة هضغط عليها مفتاح الموس اليمين واختارها ونفس الكلام الكتاب هضغط عليها مفتاح الموس اليمين واختار الكلمة الصح. يبقى انا كده اه صححت الاخطاء اللي اقترحها علي البرنامج بس خل بالك ده مش كافي لان انت ممكن تكون كاتب بعض كلمات خطيئة ولكن البرنامج ما اعتارتش عليها. ازاي? لو انت قريت كده يقعد برنامج ماكروسوفت وورد من افضل برامج التي يعتمد عليها المفروض انا يعتمد عليها في كتابة الرسال بس هي مكتوب هنا غيها. هو افترض انها كلمة صح لان فعلا كلمة غيها هي كلمة لغوية صحيحة ولكن انا ما كانش قصدي كده انا كان قصدي عليها. يبقى ازا لازم تقرأ كمان بعد ما تراجع المستند عن طريق البرنامج نفسه او الاخطاء اللي بيقترحها عليك البرنامج. انت كمان لازم تقرأ وتعيد آآ مراجعة المستند لان فيه كلمات ممكن تبقى صحيحة لغويا بس انت ما كنتش قصدها او كده بطريقة غلط. طبعا عشان انا امسح الكلمة دي برضو ممكن بمنطقة البساطة اضغط عليها دابل كليك عشان ازللها. وابدأ اكتبها من جديد. يعني اكتب فوقيها. ومادام هي متزللها كده بدأت تكتب يبقى انت هتكتب فوقيها. هكتب اهو عليها اتصلحت الكلمة اللي المفروض انا كنت قصدها. طبعا لازم تكمل بقى اراية بقى المستند واي اخطاء من النوع ده تصلحها بالطريقة اللي علمتها ده. لو رجعنا دلوقتي للبروفنج اوبشنز او خيارات تصحيح اللغة من فايل. هاختار اه اوبشنز ومن اوبشنز بروفنج. طبعا احنا اه حطينا صحة على الاختيار ده مربوطة عشان يلتزم بوجود التاق او الهاق المربوطة في الاخر. اه لو انت كتبتها تاق وهي هاق يعترض عليها او العكس. بس شلنا الصحة من على عشان ما يعترضش عليها الاخيرة سواء بنوطتين او بدون نقطتين. ومهمة جدا ان انت تحط صحة على الاختيار ده تفعله. اه الالف همزة. عشان يعترض على موضع الهمزة على الالف سواء كانت من فوق او من تحت. ان طبعا لو انت بتكتب لغة صح يعني يبقى المفروض تلتزم بدا. لو انا اضغط عليها صح ثم اضغط اوكي. هتلاقيني في بعض الكلمات الاخرى بدأ يعترض عليها زي كلمة الاوامر دي. مفروض عليها همزة من فوق بس هي كانت مكتوبة بدون همزة. فحطيلي تحتها خط احمر بينبهني لوجود خطأ لغوي فيها. لو ضغطت عليها بمفتاح الماوس اليمين. هاختر بقى الكلمة الصحة وحطيلي عليها همزة. اه يبقى كده انا عملت تصحيح املائي للمستند بقدر المستطاع.